احنا عايزين نتكلم عن إيه النهار ده؟ عايزين نتكلم عن حاجة بوابة من أبواب السعادة وعمود من أعمدة الحياة الزوجية اللي هو إيه بقى؟ التواصل الزواجي التواصل الزواجي انت ليه بتقول التواصل الزواجي؟ ما تقول التواصل ما تقول الكميونيكيشن سكيلز تقول مهارات التواصل ليه بتقول ان التواصل الزواجي؟ لأن التواصل الزواجي يختلف عن أي تواصل آخر ولذلك احنا بنسمي التواصل الزواجي بالتواصل الرحيم الودود ليه بنسميه التواصل الرحيم الودود؟ لأنه التواصل محتاج من أن احنا نتدرب عليه حتى ممكن نبتدي من التطريب أولادنا عليه فيبقى عندنا شيء من التواصل الخاص بمسألة الجواز فما يبقاش عندنا كل هذا الكم من المشاكل اللي بتحصل لنا أثناء الجواز اللي هي سبابها يجي أزواجه يقولوا احنا مش عارفين هو إيه اللي حاصل ليه نكد والعن دي دوت موجود في البيت موجود في البيت عشان احنا كنا لازم نبتدي بحاجة اسمها التواصل الرحيم الودود على فكرة التواصل الرحيم الودود دوت مش إتيكيت يعني مش شيء بيخلي حياتنا أحسن لا ده جزء من الحياة الزوجية يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يما يقول واللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة دوت جزء من التواصل الزواجي ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة يبقى عندنا حاجتين يبقى عندنا الفعل التواصل والكلام كمان تواصل وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايزة أن يستخدم الكلمة والفعل كأحد أدوات التواصل الرحيم الودود التواصل الزواجي يا سادة حالة مستمرة يعني حياة والتواصل الرحيم الودود أمر لابد أن يتعلمه الناس قبل الجواز ويسري في حياتنا الزوجية سريان الماء في الورد يعني أنت مش هتمسكه لكن هو موجود في حياتنا الزوجية لو حبينا نعرف إيه هو التواصل الودود الرحيم هنقول هو التواصل اللي بيخلينا عندنا فهم وتفهم وتفاهم من كلا الطرفين من الزوجين بيجعلهم بيجعل كل واحد منهم يشعر لما يحصل هذا التواصل يشعر بالأمان والاهتمام والاحترام والتأدير وعشان كده احنا مش محتاجين مهارات التواصل بس لا احنا محتاجين جملة من الأشياء لازم تكون معانا وعشان كده لو رحنا بقى ليه الكلام عن التواصل الزواجي الرحيم التواصل الرحيم الودود لما نيجي نشوفه هيوصلنا لإيه ويخلينا إيه المحاسن اللي أهلنا التواصل الرحيم الودود هنشوف حالات غريبة قوي هنعرف إن التواصل الرحيم الودود ده لما نروح نبص له بعمق وإحنا بنبص على فوائده هنلاقي حاجة مهمة قوي إن التواصل الرحيم الودود ده بيخلي الناس أكتر قرما مع بعض ويبقى التواصل ده بيحسسك إن الجواز أو التواصل ده مش هو الزوج ولا هو الزوجة لا ده حاجة مولود جديد بيتعاملوا مع الزواج على إنه مولود جديد فعشان كده ما بيبقاش التواصل هو إن الواحد فيهم يبقى هو معبر عن نفسه لا ده كمان بيعمل إيه بيعبروا هما الاتنين بشكل مختلف عن حياتهم الزوجية وعشان كده لما نروح لده ونفهم إن التواصل الزواجي شيء مختلف هنفهم إن فيه أركان للتواصل الزواجي يبقى إحنا على طول لازم نفهم إن التواصل الزواجي ده نعم من نعم ربنا لما نشوف حضرت النبي صلى الله عليه وآله 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 ويقول للسيدة عائشة عليه وسلم كمان لما كانت السيدة عائشة تشرب من شيء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من نفس المكان اللي هي بتشرب منه طب ليه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصلها رسالة رسالة ايه اني انا وانتي حاجة واحدة اللي يملى قلبك سعادة بيملى قلبي سعادة واني انتي كمان هتظلي على حالك المقدمة المحببة القريبة الى قلبي وشوف حضرت النبي وبيعلن وسط الصحابة كلهم وإزاي بيرفع السيدة عائشة في مكانة عالية وإزاي بيحترمها في وسط الناس فيقول نسألوه من أحب الناس إليك يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك يا رسول الله ولكن نسألك نسألك عن الرجال قال أبوها فنسب سيدنا أبوكر للسيدة عائشة العشد من ذلك أن السيدة عائشة حضرت النبي وصى الله أنه بيعرف هي إمتى بتبقى مبسوطة وإمتى ما بتبقاش مبسوطة عشان بقت فيه لغة مشتركة بينه وعشان كده التواصل الرحيم الودود بعد معلمهن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول أنه بيتكون من ثلاث أركان الركن الأولاني هو الفهم يعني إيه؟ يعني الركن الأولاني من التواصل الرحيم الودود هو الفهم لما نروح كده ونفهم التواصل الرحيم الودود بفهم أعمق على إيه؟ بيعمل إيه؟ يقول لنا ثلاث مراحل أو ثلاث أركان الركن الأولاني هو الفهم يعني إيه الفهم؟ أن أنت تفهم شريك حياتك زي ما هو بتكلم من زي ما أنت بتكلم يعني إيه زي ما هو بتكلم من زي ما أنت بتكلم يعني ما ينفعش أنه قاصد يوصل لك أنه هو محتاجك فتفهم أنه هو بيلومك يعني زي ما الزوجة بتيجي تقول للزوج أنا محتاجك أن أنت تكون جنبي فيه هو أنت لازم تفهم يا أصدها إيه؟ هي أصدها أن أنت تبقى قريب منها لكن أنت لو فهمت أن هي بتلومك أن أنت مش موجود في البيت عا تبتدي تنفعل وده تمشي تواصل رحيم فأنت لازم عشان تتواصل تواصل رحيم ودود لازم تفهم شريك الحياة وهو بيتكلم زي ما هو عايزك تفهمه من زي ما أنت عايز تفهمه الأمر اللي بعد كده كمان لازم كمان وإحنا بنفهم بنفهم شريك حياتنا بنبقى عندنا حاجة مهمة قوي بما أن إحنا بنفهمه زي ما هو عايز ما فيش حاجة أسمعه إن أنا فهمة كتر منك ده كلام صحيح هو إذا أراد أن يعبر ففهمه اللي هو عايز يعبره وياريت أنت وبتفهمه بعد ما تفهم الحاجة تعرضه عليه يعني أنت دلوقتي زوجك قالك أنا عايزك تهتمي شويتين ثلاثة بالأولاد فتعملي إيه لو أنك أنت هتفهميه زي ما أنت عايزة وده بيحصل كتير مع الستات هتفهم إن هو بيعمل إيه بيقولك إن أنت بأسارة في البيت وبيقولك إن أنت كده احتمال كبير جدا جدا إن هو ما يكونش عنده رضا زواجي وممكن يكون قصده إن هو سمع فكرة وعايز يفتح معاكي كلام فبعدل ما تقول له كده تقول له آه يعني إيه أهتم زيادة بالأولاد لأن أنا ممكن أكون مش واخدة بالي من ده فيبتدي هو يشرح اللي بيقوله يبقى الأشياء لما تكون غامضة نستفسر ليه؟ لأن ده تواصل رحيم أنا مفترض إن شريك حياتي لما بيكلمني هو حبيبي مش عدوي لكن إن إحنا نتواصل مع بعض وافترض إن هو عدوي ده مش تواصل رحيم يبقى إذن أول حاجة لازم الفهم وعلى أنه إحنا بنزود مع كل مع كل عملية جديدة بنزود حرف يبقى الفهم يبقى أفهم شريك حياتي زي ما هو بيتكلم مش زي ما أنا عايزه يتكلم لأنها وقت كتيرة إحنا عايزين ساعات الزوجة بتبقى إيه عايزة تعرف وزوجها بيفكر فيها إزاي فتحط الصورة للكلام فلما يتكلم تروح مركبة الصورة على الكلام هي خايفة إن هي لإن هي لسه بتتعلم بعض الحاجات في البيت وهي ما كانتش في بيت بيت والدتها وبيت أسرتها ما كانتش عارفة تعمل حيات دي مش عارفة تطبخ مش عارفة ترتب البيت مش عارفة تدير ميزانية البيت فهي منتظرة إن زوجها يلومها على ده فهو بيسأله إيه أخبارك بتعملي إيه في حاجة وقفة صادق أنت أنا حاسس إن في حاجة صعبة عليك في البيت فهي على طول تروح فهمها هو ما قالش كده ما قالش إيه ما قالش إن انت ضعيفة ما قالش إن انت مش قادرة تدير البيت فهي تقول له لا ما فيش حاجة صعبة عليك وهي كنت محتاجة إن هي تشاوره في إيه نجيب الحاجة بالأسبوع ولا نجيب الحاجة بالشهر كانت محتاجة إن هي تشاوره تقول له إيه أنا في حاجات والله مش فهمها إزاي أشتريها منين ولا فين ولا إزاي أروح أسأل مين اللي يعمل سيامة البيت فهي تقول له لا كل حاجة تمام فيئن اللي حاصل فتبتد الفجوة تتسع بينهم ليه لأنه ما فيمتش إنه عايز يساعدها فأدى ذلك بسبب الحساسية ما فيمتش هو بيقول إيه الحاجة التانية المهمة طب وحضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه كان دايما الشخص اللي مش قادر يفهمك زي ما أنت عايز أول ما تلاقي أنت بتتكلم على فكرة ده عشان كده يسموه تواصل فيه واجب على الطرفين لما تلاقي شريك حياتك لما تلاقي زوجتك فيمتك غلط ما تعدهاش وتقول هي المسؤولة بقى وربنا يسامحها وربنا يحاسبها لا 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 لما تلاقي وشها تغير لما تلاقيها بعد كده بعد ما كان بتتكلم سكتيت لما تلاقيها بعد ما كانت عايزين تعمله حاجة راح تتوقفت روح قولها أنا أرجو بس أن يكون كلامي ما يكنش تفهم غلط أنا كنت قصد كذا 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 هتقولك يا سلام طب وإنت قلت كده ليه قولها والله ما كانش قصدي وإذا كان ده كده اسمحيلي أن أنا أعيد التعبير تادي تاني أنا مستعد أن أساعدك في أي حاجة صعبة عليك لأن أنا عندي ساعة فضية إيه ده إذن لو سمحتهم لما يحصل الكلاش ده ما تسيبوش المسألة وتمشوا لازم تعمل إيه تصر على أن كلامك يوصل بطريقة صحية مش تصر على أنك أنت فلان ده أخطأ لك عيد الكلام بطريقة تانية وبتعبير تاني وعشان كده في الفهم لازم يكون كل واحد فينا عارف مفاتيح إفهام الآخر عشان يقدر يوصلوا بالكلام الحاجة التانية هي مسألة التفهم يعني إيه التفهم؟ أن الواحد يكون عارف مفاتيح شريك حياته فلما يفهم مفاتيح شريك حياته يقدر يفهم ويتفهم هو إيه المخاوف اللي عنده وإيه التعبيرات اللي دفعته تقول كده يعني مثلا كثير من الأحيين الزوج ما بيبقاش عارف دوافع زوجته وهي بتتكلم وبتقول له على فكرة أنا تعبت أول نهارده وكنت محتاجك ومحتاجك جنبي فما يفهمش دفعها أن هي بتقول الكلام ده هي دفعها أن هي بتقول الكلام ده وات مش عشان تقوله أنت مش مالي عيني أو أنك أنت سيبني الوحدي لكن كان دفعها أن هي محتاجة شيء من التأدير شيء من الامتنان فهو لو قال لها والله أنت مالي حياتي أنت نعمة من نعم ربنا وأنا في الحقيقة أنا مستعد أن أنا أساعدك في أي حاجة أنت عايزها لكن الحقيقة يعني أنا ما تصورتش أن حياتي هتكون أسهل وأيصر كده بوجودك معايا هي هتقوله ربنا يبارك فيك وربنا يعزك أن أنت شايف أن الكلام ده حقيقي هو ده اللي بيحصل ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف التفاهم لما يجوم يتكلموا على السيدة عائشة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما حدتش كلم على السيدة عائشة ليه؟ فإنه لا يأتيني الوحوي إلا وأنا في حجرها يا سلام تخيل الناس كلها لما تعرف أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه المباركة في حجر السيدة عائشة يا الله حاجة مهمة جدا جدا فلذلك احنا لازم نفهم الدوافع بتاعها زي ما حضرت النبي كان واضح أول في فهمه لدوافع السيدة عائشة لما مسكت صفحة السيدة حفصة ورح تكسراها فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم رح قال إيه؟ على طول رح قال غارة أمكم أنا بسألكم لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عبر على أن دم ننغيرة هل السيدة عائشة كررت ده؟ ما كررتوش تاني ليه؟ لأن عرفت أن الرسول الله فهم دوافع فعرف أن هي هي كان بتعبر ده بتعبر وكأنها بتسرخ عشان يحس أو يصل لرسول الله عليه وسلم أن هي بتغير أما وإنك يا رسول الله فعمت أنا مش أعمل الخطأ تده ثاني يبقى لازم يبقى فيه تفهم التفهم هو أن أنت تعرف الدوافع بلكن بشكل راقي مش الدوافع بشكل عدائي هي بتعمل كده عشان تهزقني في وسط الناس أعوذ بالله ده ممكن عدوك اللي يعمل كده هو بيعمل كده عشان يكسرني آه لا ده عدوك اللي يعمل كده هو بيعمل كده عشان هو عنده فهم مغلوط أنه هو قادر أنه هو يعمل إيه؟ يربيكي يربيكي يعني إيه؟ يخليكي أحسن فهو ده فلما أتفهم اللي هو عنده ده أقول له تعالى نوصل لبعض شوفوا التعبير اللي أنا أقوله بدل ما أقوله لو سمحت ما تحاولش تربيني وأنا مش صغيرة نقوله حاجة تاني حبيبي النضوك ده حاجة مهمة جدا جدا والنضوك ده أمر مشترك بيننا أي حاجة ممكن تعكر حياتنا تعالى مع بعض نتكلم فيها عشان ننضج مع بعض خلصت ليه؟ خلصت المسألة يبقى النضوك ده نصنعه مع بعض الحاجة التالتة يبقى عندنا فهم بفهم شرك حياتي إزاي ما هو بيتكلم إزاي ما أنا عايزه يتكلم تاني حاجة بتفهم ده وفعه وده وفعه دي كتير في كتير من الأحيين بتبقى ده وفع صحيحة بس هو بيطبق بطريقة خطأ فأنا لما أفهمه إن أنا أفهم ده وفعه ممكن نغير الصيغة عشان تعبر عن الدافع بشكل صحيح حاجة التالتة التفاهم افرد وصلنا إلى منطقة فيها عدم اتفاق يحصل بقى تفاهم تفاهم يعني إيه؟ يعني نوصل ما ينفعش يبقى فيه حوار بيننا وما نوصلش إلى قادر مشترك حتى لو إن إحنا اتفاقنا على إن إحنا مش قادرين نحل نجيب حد يوصلنا خبير أو حكيم يوصلنا إلى الحال زي ما حاضرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إن سيدنا أو بك يكون حكم بينه وبين السيدة عائشة عشان نوصل لقادر مشترك يبقى إحنا ما ينفعش في أي حوار أي تواصل إلا ونوصل لقادر مشترك تعالوا نقول شوية إجراءات عشان نقدر نوصل لهذا التواصل الرحيم الودود أول حاجة لازم نفهم إن التواصل ده غزل يعني رايح جاي خط مني وخط منها ما ينفعش إن إحنا نسميه تنازل ولكن اسمه تواصل يعني إيه؟ يعني إحنا الاثنين مسؤولين عن هذا التواصل يعني كل واحد فينا عنده مسؤولية في هذا التواصل ما ينفعش إنه يتنازل عنه ويبتعد عنه دي أول حاجة ده أول قاعدة قاعدة التانية إن لازم يكون فيه إنصات أنا بقول إن الأوقات اللي الإنسان بيتكلم فيها عن نفسه دي أوقات مقدسة يعني إيه؟ يعني إحنا ببساطة خالص لازم كل واحد فينا عندما يتحدث الإنسان عن نفسه لابد أن أتركه يتكلم إلى نهاية الكلام يبقى ما فيش مقطعة في الكلام لازم يتكلم لإن كلامه هو فاتح قلبه دي عملية قلب مفتوح كل واحد فينا بيتكلم عارفيني القلوب بتغلق ليه؟ وعارفين بيبقى الكلام ما بيوصلش للقلب ليه؟ لإن واحد أول ما فاتح قلبه بجيه يتكلم بقلبه رح واحد ما أطعه فأحس أني لا كرمته ولا مشاعره ولا إحسيسه ليها مكانة الراجل بيقول أنا أفضل أسمعها دي بتقعد تتكلم ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات ونص لأنك أنت بتقطعها أنا بتحداك أن أي امرأة أنت تسيبها تتكلم هتتكلم خمس دقيقة وليس ما توقف لأن هي بتبقى عايزة تعرف رد فعلك إيه؟ فلذلك ما تقولش أن هي هتفضل ترغي وترغي لا 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 سيبها تتكلم كلام متواصل تعبر عن مشاعرها بس أنت بتخاف كل ما تيجي تتكلم تتوجع فقطعها عشان إيه؟ تتكلم صح وما تقولش حاجة توجعني فتبقى أنت بتدافع فهي بتلاحظ أنت بتدافع فينتقل لها شعوري أنت بتبص لها كأنها عدوتك لا سيبها تتكلم لأن هي لو ما تكلمتش هتتكلم في ذاتها لو ما تكلمت في ذاتها إيه لا هيحصل؟ وممكن تخرج أنت بعد كده أن أنت الوحش يبقى أول حاجة ببساطة الحوار غزلي بيننا الأمر الثاني اللي بنتكلم يسيبه حتى ينتهي من كلامه القاعدة اللي بعد كده والمهمة في الحوار الزواجي ما حدش يتكلم مع شريك حياته وهو بعيد عنه لازم تكونوا ملتصقين مع بعض قريبين من بعض لأن دايما علمونا أن الأرب الجسدي بيخلي فيه أرب في الوجدان ولذلك لازم أنت بتتكلمه تكونوا جمي بعض تشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عايشة تقول ما انتقر رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري لازم الحاجات دي وعلى فكرة أحد التعبيرات التلامس التلامس اللي ممكن يخلي مشاكل كبيرة جدا 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 تخلص بالإيه؟ تخلص بحضن مثلا باحتضان مثلا فينتهي الحوار كله وساعات ما بيبقاش محتاجين إلا الفعل ده الحاجة التالتة والمهمة اللي احنا لازم نعملها عشان يبقى التواصل عندنا تواصل رحيم ودود لازم واحنا بنتكلم نبص في عينين بعض لازم نكلم بعض بعينينا في ناس كتيرة بقى لها زمان مش فاكرة عين زوجته ولا هي فاكرة عينه لازم نكلم بعض ونكلم بعض بوجهنا كاملة ليه طيب؟ لأن العين مغرفة القلب هتقول كلام كتير جدا 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 ولما نتعود ان احنا نبص البعض هيبقى دوة نوع من أنواع الرحمة في ناس كتيرة محتاجة ان هي تشوف عينين بعض عشان تحس بالأمان فلذلك لازم نتواصل كمان بتواصل بالعنون الحاجة الرابعة ودي مهمة جدا 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 ان التواصل اللي بيننا لازم يبقى فيه كل واحد فينا عارف التعبير الأثير التعبير اللي يخليه تقلق ويحس بحبه واحد بيحب التعبير بالكلام الحلو فانت لازم عشان كده قلنا لازم نعرف مفاتيح شريك الحياة واحدة هي عايزة تحس ان هي أميرة عايزة تحس ان هي جميلة ما تبقاش انت عارف ده وتشرقها وتعطشها كلمها كلمها وانت وبتتكلم قول نديها باسم حلو زي ما حضرت النبي كان بيقول يا عائش نديها باسم يدل على جمالها يدل على ان هي معاك في أمان وفي سعادة وانت كمان لازم تعبيره عن ان وجوده في حياتك نعمة وأمان وضمان كل واحد فيكم لازم يوصل المرأة توصل زوجها الى ان هو بطلها وهو يوصل زوجته على انها امرته اذا كان ده كلام اذا كان ده بالتعبير بالكلام ده شيء مهم جدا 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 اخر حاجة احنا لازم نعملها لازم كل واحد فينا بيكلم الشريك حياته ويشعره بانه نعمة من نعم ربنا اذا عملنا كده فانلاقي التواصل ده تحول الى تواصل رحيم ودود وساعتها عن حس ان كل واحد فينا قادر يحس بمدد ربنا اللي نازل على البيت ونقدر نذوق حلاوة وجعل بينكم مودة ورحمة يا رب الهمنا الصواب وجعلنا من اهل الصلة التي نراها مددها وجمالها في التواصل مع شركاء حياتنا فنرى الرحمة والود قد تجسست في اخلاق وفي كلمات وفي نظرات وفي حياة فناشكرك يا ربنا على انك وفقتنا الى حسن التواصل الذي يكشف لنا عن نظرك الى قلوبنا وإلى اعمالنا على الدوام يا رب العالمين يا جميل جمل تواصلنا واجعلنا دائما في ودك ورحمتك يا رب العالمين